موسيقى سلام الله عليكم مشاهدين الكرام وأهلا بكم في النشرة الرياضية من قناة المحترف الرقمية والبداية بالعنوين بن ناصر يصل لثلاثين تمريرة مفتاحية مع ميلون الفوسم الحالي بليلي يتوج بجائزة أفضل لاعب في أجاكسيو وبن رحمة يفوز بجائزة أفضل هدف مع وست هام بروسيا مونشاق لادباخ يقرر بيع بن سبعين في المركز الشتوي الرابط الوطني لكرة القدم تبرمج لقاءة الجولة الثانية عشر يوم التاسع والعشرين من نوفمبر الجاري ساديو ماني يغيب عن مونديال قطر بداع الإصابة الكوري الجنوبي سونه يونج يؤكد مشاركته في المونديال من العنوين إلى التفاصيل الآن والبداية بورقة محترفين حقق متوسط ميدان الخضر وميلون إيطالي سماعيد بن ناصر رقما قياسيا مع ناديه خلال الموسم الحالي حيث نشر موقع سوفا سكور المختص في تقييم مردود اللاعبين تغريدة على تويتر بعد نهاية مباراة الرسول أمس ضمن الجولة الرابعة عشر من الدوري الإيطالي بأن لعب الخضر بن ناصر بملحه ثلاث تمريرات مفتاحية في لقاء أمس فيكون قد وصل لرصيد ثلاثين تمريرة مفتاحية في أربعة عشر لقاء فقط في الدوري هذا الموسم وأضاف الموقع المتخصص أن هذا هو أعلى رقم لبن ناصر في موسم واحد في الكالتيو بقمس نادي ميلون في خبر آخر توجى أمس لاعب الخضر يوسف بليلي بجائزة يفضل لاعب خلال شهر أكتوبر في ناديها جاكسيو الفرنسي وهذا نظير مجهوداته والمستوى المميز الذي يقدمه ابن الباهية وهران منذ انضمامه للنادي الفرنسي في الثاني عشر من شهر أكتوبر الفارد ونشر اليوم الحساب الرسمي للدوري الفرنسي لقاء تشكيلة المثالية للجولة الرابعة عشر والتي ضمت لاعب المنتخب الوطني يوسف بليلي بعد تألقه خاصة في مبارة فريقه الأخيرة أمام ستراسبورغ والتي سجل خلالها هدفين وقدم تمريرة حاسمة ومع أجواء التتويج الفردي لمحترفين فقد أعلن الموقع الرسمي لنادي وستهام تتويج لاعبه الجزائري ساعد بن رحمة بهدف الشهر بن رحمة كان قد سجل هدفا رائعا في مسابقة دور المؤتمر الأوروبي في لقاء أندرلاخت وجاء هذا الاختيار أيضا بعد المستوى القوي الذي يقدمه لاعب الخضر منذ بداية الموسم الكروي الحالي دائما مع ورقة محترفين كشفت تقارير صحفية ألمانيا اليوم عن وضعية لاعب الخضر رامي بن سبعيني مع ناديه بروسيا مونشاقلات باغ حيث قررت إدارة النادي بيع لاعبها خلال المركات والشتوية القادم في حال لم تقنعه بالتجديد في الشهرين المقبلين وحسب ذات المصدر فإن إدارة النادي قد حددت قيمة بيعه بخمس ملايين أورو وكان بن سبعيني قد دخل اهتمامات العديد من الأندية الكبيرة التي تريد ضم خدماته وعلى رأسها نادي جيفانتوس وأنتر ميلون في خبر آخر كشفت تقارير تونسية عن تعرض لاعب المنتخب الجزائري محمد الأمين توقاي لإصابة قبل خوضه لمباراة أمس أمام نادي أمل حمام سوسة ضمن الدورية التونسي حيث كان من المرتقب أن يشارك توقاي أساسيا في تشكيلة فريقه التي نشرها الموقع الرسمي للفريق كما أكدت دات التقارير بأن إصابة اللاعب لا تدعو للقلق حيث شعر ببعض الآلام في التسخينات وليتجنب الأسوأ قرر عدم المشاركة في أخبار الكرة المحلية قررت الرابط الوطنية لكرة القدم برمجة لقاءة الجولة الثانية عشر من المحترف الأول يوم التاسع والعشرون من شهر نوفمبر الحالي ويأتي هذا التأجيل بسبب دخول لاعب المنتخب المحلي بقيادة الكوتش مجيد بوغرة في تربص تحضيري بالإمارات العربية المتحدة والتي سيتخللها ثلاث مباريات ودية بالشارقة وفي إفرازات الجولة الحادية عشر من الرابط المحترف الأولى التي لعبت عشية اليوم حافظ النادي الرياضي القسنطيني على الرياضة بعد تحقيق فوز داخل الديار أمام النجم مقرى بهدف دون رد فيما عاد الملاحق المباشر للسياسي شباب بالوزداد بالفوز من خرجته لمواجهة جمعية تشلف بهدف نظيف من جانبه أكد وفاق الصيف استفاقته وعاد بكامل الزاد من ملعب الدار البيضاء بعد فوزه على المضيفة لطيك بارادو بثلاثية لهدف في لقاء الوداع للمدرب المصري حسام البدري الذي قرر الرحيلة رسميا فيما واصل متديل سلم الترتيب العام إلى شرغوم العيد الغرق بعد خسرته أمام مولودية الجزائر بهدف دون رد في الورقة الدولية أكدت صحيفة لكيبا الفرنسية اليوم بأن لاعب باير ميونيخ ومنتخب السينيغال ساديو ماني سيغيب عن العرس الكروي العالمي بقطر المزمعي انطلاقه في العشرين من هذا الشهر وهذا بعد تعرضه لإصابة أمس خلال مبارة نديه ضمن الجولة الرابعة عشر من الدورية الألماني وكان ماني قد تعرض لإصابة في النصف الساعة الأولى من المبارات وما زاد من قلق جمهور منتخب السينيغالي تصريحة مدرب الباير عقب المبارات حيث قال ماني تعرض لإصابة في وتر الرقبة وأشعة الرانين المغناطيسي ستوضح حجم تلك الإصابة وحسب ما ذكرته صحيفة لكيب فإن ساديو ماني لن يشارك في كاس العالم مع منتخب بلاده بسبب إصابته في أوتار الرقبة والتي تحتاج إلى عدة أسابيع للتعافي منها وبذلك من المستحيل مشركته في المونديال كما أوضح دات المصدر أنه من المقرر الإعلان عن قائمة منتخب السينيغال المساء اليوم أو الغد قبل السفر إلى قطر يوم الجمعة ولن يتواجد فيها النجم ماني وللتذكير فإن أسودات تيرنغا سيلعبون المونديال ضمن المجموعة الأولى التي تضم منتخبات قطر البلد المنظم الإكوادور وهولندا وفي خبر آخر أكد سون يونجمين لعب توتنهام الإنجليزي جاهزيته للمشاركة في كأس العالم 2022 بقطر الشهر الجاري مع منتخب بلاده كوريا الجنوبية بعض الأخبار الأخيرة التي تحدثت عن غيابه عن العرس الكروي العالمي بسبب تعرضه لكسر حول العين خلال المباراة التي خدها مع نديه توتنهام أمام مارسيليا وقال سون يونجمين اليوم عبر انستغرام مرحبا بالجميع أريد أن أشكر جميع من قام بالسؤال عني في الفترة الماضية أقدر جميع هذه الرسائل وأضاف اللعب لمنتخب بلادك في كأس العالم حلم كل طفل وبالنسبة لي أيضا لن أفوت هذا على العالم لا أتيق الانتدار حتى أمثل منتخب بلدي وأراكم قريبا وسيبدأ المنتخب الكوريا ولا مباريته في مونديال قطر أمام الأورغواي ثم البرتغال ومنتخب غانا بي الخبر الدولي نصل لختم النشر الرياضي لنهر اليوم وهذا تذكير بما جاء فيها بن ناصر يصل لثلاثين تمريرة مفتاحية مع نديه ميلون خلال الموسم الحالي بليلي يتوج بجائزة أفضل لاعب في أجاكسيو وبن رحمة يفوز بجائزة أفضل هدف مع وستهام بروسيا مونشا غلادباخ يقرر بيع بن سبعين في المركات والشتوي الرابط الوطني لكرة القدم تبرمج لقاءة الجولة الثانية عشر يوم التاسع والعشرين من نوفمبر الجاري ساديو ماني يغيب عن مونديال قطر بداع الإصابة الكوري الجنوبي سونه يونج يؤكد مشاركته في المونديال شكرا لكم جمهورنا الرياضية على الإصغاء والمتابعة دمتم في آمان الله وحفظه وإلى اللقاء اشتركوا في القناة